بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى رسول الله هنتكلم النهاردة عن التكست فورمات او تنسيق النصوص هنعرف الوسوم الخاصة بتنسيق النصوص وهنتكلم عنها وهنعرف ان في حاجات منها كتير الاسهل ان انت تعملها بالسي اس اس بس لازم يكون عندك معرفة بها ولازم يكون عندك معرفة ازاي بتتعامل بالهتش تي امال في بداية كورس الهتش تي امال اتكلمنا عن بعض الوسوم اللي تشالت في الاصدار الخامس من الهتش تي امال زي الوصم اللي اسمه والفون سايز والحاجات دي فيه وسوم اللي هنشرحها النهاردة الوسوم دي ما تشالتش لكن بالسي اس 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 اسهل جدا ان انت تعملها وهنفهم السبب وهنفهم ليه بعد ما نتكلم عن الوسوم نفسه اول وسم هنتكلم عنه بعد ما نعمل براجراف عادي بالشكل ده هو الوسم البي اه اللي هو اختصار بود نص عريض لو انا عندي نص وحابب اعمله نص عريض بستخدم البي دات انا هاجي دلوقتي هقوله this is bold text بالشكل ده بعدين هعمل save شوف بالشكل ده شايفين شايفين البولد عامل ازاي فرق بينه وبين كلمة this is طيب اه واسم البي بيعبر عن نص عريض تمام هو دي بس فايدته الوحيدة الخاصية دي بتتعامل بتتعامل بخاصية اسمها فون تويت بولد طيب ايه الفرق ايه الفرق بان انا اعملها بالشكل ده وان انا اعملها بالسي اس اس يعني الناس اللي سا متعلمتش اه طبعا خدوا فكر عنه ف هنعرف ايه الفرق بين ان انا اعمله كده وان انا اعمله بالسي اس اس تخيلوا معي ان انا عندي الف تيكست في الموقع يعني الف وصف معملهم بي بالشكل دوت مثلا يعني كتير جدا طيب يعني انا مسلا كررت الموضوع ده بالشكل ده مسلا يعني انا افترض ان انا عملته مسلا كتير يعني بيكون موجودة عندي كتير جدا 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 في الموقع طيب طبعا كل واحد اهي زي ما انت شايفين وجيت انا عايز اشيل البولد دي او بدل هي بولد اخليها اا بولد اكتر يعني النص يكون سميك اكتر او سميك اقل او الغي السماكة خالص وخليه نص عادي جدا بالتش تيميل علشان اعمل الكلام ده لازم اجي اشيل الوسم ده من كل الصفحة بعكس السي اس اس السي اس اس لو كل تيكست من ده عامل له انا كلاس يعني مسلا سبان كلاس بيساوي كزا وفي سي اس اس انسك الكلاس ده خلاص من الكلاس ده بس اتحكم اخليه بولد يبقى جميع النصوص دي بولد اخليه مش بولد يبقى جميع النصوص دي مش بولد زي ما انت شايفين هتدلكم مسال بسيط جدا جدا ده واسم البي هعمل له حاجة اسمها سبان كلاس بيساوي بولد مسلا ده انا عملت كلاس لعتي اسمه بولد هغير كل النصوص اللي قدامكم دي واللي سلاش بي هعملها اعمل لها ري بلاس اخليها سلاش سبان عشان تشوفوا الشكل زي ما انت شايفين هنا عملت كلاس انا اسمه بولد تمام رجع هاجي هنا اعمل الكلام كله عادي اهون فيوش اي مشكلة وهاجي في ملف السي اس اس هعمل دوت بولد ده كلاس اسمه بولد دلوقت هعمل فيه ايه هقول له فونت ويت بولد الموضوع ده يا جماعة موضوع تجاره مروش علاقة بالاتش تيم مقل دلوقتي بس انا عايز اواريكو بس الفكر فونت ويت بولد شايفين هو عمل ري بولد ده هو ليهم كلهم جي انا مسلا جي شخص قال لي اللي انا اشتغله في الموقع قال لي همش عايزهم بولد انا عايزهم نص عريض في العادي في الاتش تيم مل هروح اشيل كل الوسوم الخاصة بالبي دي عشان رجعه نورمل خليه عادي لكن هنا بالسي اس اس بوان كليك كلمة واحدة تكتب فونت ويت نورمل يخلي لي كله نورمل كده خلاص ده ميزة ان انت تستخدم السي اس اس ومتستخدمش التاجز الخاصة بالاتش تيم مل لكن لازم نكون عندك معرفة بهم مينفعش ان انت تدرس اتش تيم مل ومش عارف يعني ايه بي ويعني ايه سترونج والكلام ده طيب اوكي الحد كده كويس جدا هنشيل كل الكلام ده ونبدأ ندخل على التاج اللي بعدها دي خلاص مش محتاجينها هنا وهشيل التنصيق بتاعها خلاص مش محتاجينه عندي حاجة تانية اسمها كل الناس اللي بتشتغل على والحاجات دي بيشوفوا الكلام ده موضوع في منتدى بتشوف الكلام ده بيعمل لي بالشكل هن شايفينه ده عبارة عن انا عايز نخليه بالشكل ده بعمله اي نفس الموضوع اللي حصل ده برضو اعملوه عندي حاجة اسمها نفس الموضوع مش هشرح بقى نفس اللي شرحتو من شوية لان هو نفس الفكرة لو انا عملت خمسمية نص اتاليك وجيت عايز اعدلهم هروح اعدل جميع الوسوم الاتاليك دي لكن لو كل تيكست لي كلاس معين اقدر اتحكم فيهم كلهم بالسي اس اس من كلاس واحد بس طيب اوكي ندخل على بعده هكتب هنا او نقول التكست في النص ده هيكون سمول بعدين هيرجع للطبيعي بعد ما يعدي الوسم ده سمول وعمل ريلوود زي هن شايفين شايفيني اللي سمول تكست عامل ازاي صغير عن النص العادي بتاعه يعني انا عايز اميز النص خليه صغير عن النص اللي هو جنبه بعمله سمول بالشكل ده برضو نفس القصة سمول دي بتتنسك بالسي اس اس قادر اخلي النص اللي سمول او التاج اللي سمول دي قادر ان انا نسكها بالسي اس اس لما ندخل في السي اس اس ونتعلمه هنعرف نعمل الكلام ده كله ان شاء الله بس يهمين دلوقتي اعرف كل تاج بتعمل ايه وليه استخدم السي اس اس وما استخدمهاش التاجز دي يا جماعة ما تشالتش يعني موجودة في الاتش تيم الفايف حادي لكن كارن بين استخدامها وكارن بين لما تعمل الكلام ده بسي اس اس هيكون ايه الاحسن طيب الجملة الحاجات اللي احنا نخش فيها حالا دي اللي هي التاجز الجديدة اللي هم اخر حاجة نقصة الحاجات دي يا جماعة معلومات نظرية مية في المية يعني الشخص اللي محتاج يقول انا محترف اتش تيميل لدرجة الخيال يقدر يعرفها فيه ناس كتير جدا متعرفاش وفيه ناس مش هتفرق معاها ان هي تعرفها وفعلا انت ممكن ميفرقش معاك ابدا ان انت تعرفها بس لو حبيت من باب ان انت تعرف معلومات كوية انا هقولك معناهم عندك حاجة زي strong دي بالشكل ده وهكتب جواها strong text this is strong text اهو شايفيني عامل ازاي طيب لو انا عملت هنا بي وهنا بي وعملت الريلود حصل حاجة ما حصلش حاجة طب ايه الفرق بين strong وب ما هو دي بالد ودي بالد البي ملهاش يعني زي الاجانب بيقولو ملهاش معنى يعني نص عريض وخلاص على كده ملهاش اي معنى في الكتابة يعني مجرد اعمل لي النص ده سميك وشكرا بس بدون سبب نص ملوش معنى يعني عادي بس مجرد انا عايز اخليه بولد لكن strong في الجرامر وكان انت بتكتب HTML بالسمانتك الصحيحة مية في المية والمعنى الصحيح للكود وان كل كود يكون معبر عن معناه strong معناها ان انا بكتب نص قوي في القرية يعني زي التحذير عايز تكتب انت لواحد تحذير تكتب له مثلا كلمة بي وير يعني احترس يعني بتبقى حاجة انت محتاج ان هو فعلا يشوفها واكتب له مثلا هنا وعمل ريلاود شايفين هنا انا عايز اقول له في ان انا مثلا بكتب نص السيمانتك الخاص بي قوي جدا وكل حاجة مكتوبة بطريقة صحيح عايز اقول له احترس عشان يركز مع الجملة فتكون الجملة strong قوية بعكس ان انا فونت عادي جدا عايز اخليه بس مجرد ان هو يكون بولد سميك كده وخلاص عامل له بي ده الفرق بين البي وال strong الاتنين في الكتابة واحد الاتنين في المتصفح واحد لكن بعد اللي هي البرامج اللي بتقرأ التكست بتقرأ اللي strong وبتقرأ ال اي ام اللي احنا نشرحها دلوقت دي ده للناس اللي هي عايزة تسافر بعد يعني وراء ما وراء الخيال زي ما بيقولوا يعرفوا كل صغيرة وكبيرة عن اتش تيميل يهمهم المعلومة دي لو حسيت ان هي صعبة عليك استخدم البي واستخدم الاي مش هيفرق معاك الموضوع في اي شيء طيب نفس الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي حالا في ال strong هو هو نفس الموضوع اللي في ال اي ام اللي هو ال اي ام هو ال اي ام اختصار ال اي ام يعني حاجة بيقولك تركز عليها اه لو جينا للغة الانجليزية والناس اللي ليها في او حتى في اللغة العربية بيستخدموا ال اي ام ده لكلمة هتغير معنى الجملة يعني معنا ان انا حط ال اي ام دي الجملة جوة تاج ال اي ام بقوله ان الجملة ديonge ال كلمة دي هتغير معنى الجملة يعني هي هتغير معنى الجملة يعني كلمة دي منفعش حطها جوا اي ام. يعني اين زيس مش هتغير معنى الجملة. لما اقوله مسلا اا زا دي از اا مسلا اا 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 او اقوله مسلا اا يعني مسلا شهر دلوقتي مسلا اكتوبر. دي اكتوبر دي او حطيتها في اي ام اكتوبر دي او اتغيرت هتغير معنى الجملة. حاجات زي كده. برضو حاجات نظرية. كتكويد وكان انت تطلع صفحتك للناس مش هتفيدك في اي حاجة. ال اي ام بتعمل نص اتاليك زيها زي الاي بالزبط ما فيش اي اختلاف شايفين? اهي. برضو ميزة ال اي ام ان برامج الاسبيتش ريدر دي بتقراها. برامج على الانترنت بتخليك اا تقرأ بتقرأ بتقرأ ال اي ام وبتقرأ السترونج. ده الفرق بين ال اي ام والاي والفرق بين السترونج والبي. زي ما هنشفتو. الاتنين تقنيا وفي المتصفح واحد. والاتنين ما فيش فرق بينهم في الشكل. وفي الكود. بس في ناس يهمها انه هو يكتب مية في المية صفحة بتاعها رهيب. المفهوم الصفحة كوي. كل شيء فيه سليم. كل شيء فيه معمول بطارية صحيحة. فاهم امتى استخدم ال اي ام وامتى الاي. يهمك ساعتها ان انت تتعلم الحاجات دي. لو حسيت ان حاجات دي مش همك. خلاص كفاية عليك البي والاي والسمول. وبرضو زي ما اتفقنا الحاجات دي هتتعلمها بالسي اس 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 اسهل مليون مرة من ان انت تعمل التاج في الاتش تي ام ال. عملوا السي اس اس عشان تكون قلب الصفحة كل حاجة في الدنيا تتحكم بيها من السي اس اس وتخلي بس الاتش تي اميل مجرد تاجز بس وجوه النصوص. لو عرفت توصل للمرحلة دي هتوفر على نفسك وقت كبير جدا في التعديلات وهتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. هكذا نكون خلصنا ان شاء الله الجزء الاول من تنسيق النصوص وهندخل ان شاء الله على الجزء التاني. آآ هيكون فيه برضو تاجز تانية وهيكون فيها ميزات تانية ان شاء الله. يا رب الدرس ما يكونش صعب عليكم او ما يكونش معقد وزي ما قلت لكم الاي ام لو حسيت انت ضغط من المعلومات دي ابعد عنهم تماما. البي والآي والسمول يقدوا الغلط وبيعملوا المطلوب بالزبط وفي المتصفح وفي الشكل مفيش ادنى اختلاف. هشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي ويا رب ما يكونش طورت عليكم. شكرا.